اهلا بكم في الفيديو التاني في الأسبوع الخامس من كرسل بروسوس ماييننج زي ما اتفقنا ان انا ان شاء الله هغطي الرول بيزد كنفرميس ويتشيكينج في الفيديو ده اتكلمنا في الفيديو اللي فات على الانواع والتصنافات المختلفة للكنفرميس ويتشيكينج احنا هنا هنغطي الكونفرميس ويتشيكينج اللي هو مبني على الرول بيزد لما يكون عندك هواعد جواه المؤسسة هنغطي الـ flow constraint هنغطي الـ service level agreement أو temporal constraint وهنغطي الـ resource constraint تعال نشوف واحدة واحدة بقى كل واحدة منهم هناخذها ونجيب مثال عليها ونشرح ازاي نعملها اول حاجة عندي هي الـ flow compliance checking اول حاجة بنختبرها هي mandatory tasks هل الحاجات اللي هي لازم تتنفذ بتتنفذ جوة الشركة ولا لا يعني لازم المريض مثلا يحصل الـ registration ولا لا ديت اللي هي mandatory tasks تمام بتتم عن طريق ان انا اشوف الـ frequency minimum وبناء على المنم لو المنم مش واحد ده معنا انها مش بتتنفذ هنشوفها دلوقت في two event logs النوع التاني هو temporal compliance checking اللي هو انا بحط قواعد بناء عليها من الـ activity الاولى الـ activity التانية مثلا متاخدش وقت اكتر من كده ودي بنعملها عن طريق filter زي ما كنا شرحنا بلك هو path filter ممكن يكون عندي performance بمعنى الـ cases كلها هنا الفرق ما بين ديت والتانية اللي النوع الاولاني ان انا عندي من الـ activity الاولى للـ activity التانية مثلا من مفرد الوقت ما يزيدش عن كذا عشان كده احنا بنعمل path filter احيانا بيكون عندي على الـ case كلها هل يطرى الـ cases اللي عندي بتاخد اكتر من الوقت ده هوت ولا لا ده اللي احنا هنسميه temporal compliance checking تعال نشوف في الفيديو ده هنتعامل مع two event logs انا هسيب اللينك بتاعهم في description بتاع الفيديو اول example هو repair event log وثاني واحد هو السبسس cases event log طيب احنا متفقين ان event log ده هوت هو عبارة عن reality واحنا عملنا له capture وسط المؤسسة بس الحاجات شغالة في المؤسسة يعني دلوقتي دلوقتي الـ cases بتيجي وبتتنفس فانا اخدت event log ففيه cases خلصت وفيه cases لسه شغالة فعشان يكون التحليل بتاعنا دقيق انا محتاج ان انا افولتر الـ cases اللي قريدي خلصت تمام؟ وبعد كده ابدأ ازوي اشوف التحليل بتاعي عشان يكون دقيق لان انا لو عملت التحليل بتاعي على cases ما خلصتش جوه الشركة بتاعتي او جوه المؤسسة اللي عندي الكلام ده مش هيكون دقيق بحيس ان فيه cases لسه قريدي فيها بعض الـ activities اللي تنفزت والبعض التاني لا فده هيخليلي مثلا لو الـ mandatory cases مخالفة للمؤسسات اللي عندي ده مرهوش معنى لان الـ case لسه ما خلصتش فاحنا هنفلتر الاول الـ cases اللي هي خلصت وبعد كده بقى نشوف كل نوع من انواع الـ confirmance checking فالـ event log ده لما احنا نقرأ الـ description بتاعو هنلاقي ان الـ activity اللي اسمها archive repair ديت الـ archive repair دي لما الـ activity دي بتحصل في الـ event log دي معناها ان الـ case دي خلصت ان الـ case دي archived خلصت done تمام فاحنا هنعمل filter بحيس ان انا يبقى عندي الـ cases اللي خلصت بس الـ cases اللي خلصت بس هي الـ cases اللي حصل فيها archive repair دي كده معناها ان الـ cases اللي خلصت بس وزي ما احنا شايفين انا عندي 1000 من وسط 1100 cases خلصوا يعني انا عندي بعض الـ cases اللي ما خلصتش فانا كده تفهديت ان انا اعمل analysis لـ cases ما خلصتش عندي دي اول حاجة اول خطوة عملناها فدي احنا عملناها في الـ event log اللي اسمه repair example تعالا نعملها هنا برضو في الـ event log التاني اللي اسمه بيقول ان انا لما يكون عندي release activity زي release A او B او C او D او E الـ releases دي بتاعني ان الـ case خلصت انتهت done زي الـ archive repair طبعا الكلام دي بنعرفه ان الـ documentation بتاعت الـ process بتاعتي يعني انا لو عندي في الشركة في اكتيفتي معينة انا عارف ان هي لما بتحصل اما الـ event دا بيحصل ده معنان الـ activity react done الـ activity دي انتهت والـ case خلصت ان الـ case خلصت واتعمل release لـ case دي خلاص ففي كل الـ event log هيبقى الكلام ده مختلف لان كل ده كل الـ event log بيحتوي على process جوه مؤسسة مختلفة وكل مؤسسة بيكون لها ترقيتها في التعامل فاحنا هنا الـ cases اللي انتهت هي الـ cases اللي بيحصل release للمريد ان المريد خرج من المستشفى فاحنا هنعمل لها filter هنعمل filter الـ cases اللي خلصت attribute filter بجيب الـ cases اللي حصل فيه release A release B release C D و E تمام دي كده الـ cases اللي خلصت جوه الـ event log زي ما احنا شايفين هم حوالي 75% من الـ cases اللي في الـ event log دول هما الـ cases اللي خلصت فدي كده معناها ان دي cases اللي خلصت عندي طيب احنا كده جهزنا الـ event log اللي عندي ان هو يتعمل له confirmance checking تعال بقى نشوف اول خطوة اول خطوة زي ما احنا اتفقنا في الـ checklist بتاعتنا ان احنا بنشوف الـ mandatory activities طيب الـ mandatory activities دي نعملها ازاي نجيب الـ frequency نجيب الـ minimum frequency ده معناه ان الـ minimum اللي حصلت فيه الـ activity دي زي ما احنا شايفين ان الـ registration حصل at least once في كل case فده معناه ان كل الـ cases مرت بالـ registration اللي عندي فانا كده اتكدت ان الـ registration حصل الـ analyze defect دي mandatory task ورده الـ analyze defect رية حصلت ان الـ defect بيحصل له تحليل ودي حصلت في كل الـ cases لان الـ minimum بتاعتها بواحد ثاني الـ minimum filter الـ minimum aggregation ده بيجيبلي الحد الاقل الادنى لـ activity ان هي حصلت فيه الـ cases اللي عندي في كل case test repair برضو ده بيدل ان انا activity بتاعت الـ test حصلت يعني انا دايما عندي test بيتم على الـ cases اللي عندي بعد ما بعمل repair سواء كان simple او complex لما بعمل repair simple او complex دايما بيحصل عندي دايما بيحصل عندي test repair سواء كان simple او سواء كان complex دايما بيحصل عندي test repair فدي اول حاجة يعني الـ mandatory activities اللي عندي تكون تمام معمولة تعالى نشوف الكرام ده هنا لو جبنا الـ minimum ده الـ event login اسمه sepsis cases هنلاقي ان الـ ER registration حصلت يعني كل مريض بيدخل المستشفى بيحصل له registration يعني احنا لسه مش عارفين هل هو قبل بقى ولا بعد ما بياخد مضاد حيوي او دكتور يبص عليه بس كده احنا متكدين ان اي مريض جوا المستشفى حصل له registration عمل تسجيل اول ما بيخش وبرده حصله الـ ER triage وفي حاجة اسمها ER sepsis triage فالـ event log ده لو انت بصيت على description بتاعه هو متاح اونلاين للناس لانه هو open source الـ sepsis triage ده الـ emergency room sepsis triage ده دكتور بيعمل classification للناس هل هم عندهم المرض ده ولا لا لان الـ event log بتاع الـ sepsis cases ده هو عبارة عن event log بتاع ناس جوا المستشفى عندهم المرض اللي اسمه sepsis تمام فبيكون فيه دكتور بيعمل تشيك هل الراجل ده عنده المرض ده ولا لا فلما انا يكون عند الـ emergency room sepsis triage ده بزيرو ده معناه ان فيه cases مكانش فيها الـ sepsis triage مكانش فيه دكتور بس على المريض يشوف هل فيه عنده المرض دهوت ولا لا ده معنى المشكلة اللي عندنا دي طيب دي اول خطوة ان احنا عرفنا فيها المانداتوري المانداتوري اكتيفتيز اللي جوه الـ event log دي بنعرفها تاني عن طريق الـ minimum لما انت تحب تشوف الـ rework تجيبه بالـ maximum الماكسوم بقى حيجيب لك ايه ان الـ activities دي حصلت كام مرة في الـ case at maximum فواضح ان الـ activities اللي في الاول دي مش بتتكرر دي بتتكرر مرة وان فيه الـ lactic acid دي بتتكرر 51 مرة معنى كده ان فيه cases بيحصل لها الـ activity دي اكتر من مرة فالغالب حيبى الناس عندهم المرض بقى مزمن شوية لو احنا عملنا نفس الكلام في اللي هو الـ repair example اللي هو كان بيمثل شركة سيانة لمعدات بيجيلها قطعة بتعمل لها سيانة فبتعمل اول حاجه تحليل للسيانة وبعد كده تـ repair وبعد كده تـ test فـ maximum واضح ان التحليل بيتم مرة واحدة زي ما احنا متوقعين ان انت فيه واحد بيحلل العطل اللي عندك ويكتبه وبعد كده بقى ايه repair complex معنى كده ان فيه بعض الـ cases repair تكرر فيها اربع مرات تمام ده معنى الـ maximum فدي معنى ان فيه activities فيها rework على حسب بقى السياسة اللي عندك او القواعد بتاعت الشركة اللي عندك بتشوف هل انا مسموح لي اللي انا اقرر الـ activity الفلانية ديت ولا لقى جوه الشركة اللي عندك فده كان اللي هو mandatory activities او الـ rework الغير مسموح به جوه المصص احنا كان عندنا اول حاجه اللي هي flow conformance checking تعالى نعمل rule مثلا في ان انا تعالى نرجع الاول للكيس تعالى نعمل rule ان انا محتاج ان اي مريد يخش لازم يبقى دخل الـ emergency room registration وحصله ودخل اللي هو الـ اي مريد الـ هنالة انا 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 سيبتها هنا ارتين. ده معناه ان انا هتلي الكيزس ان دول حصل فيهم. بس احنا عايزين نشوف الكيزس اللي بتفاوليات البوليس دي. الكيزس ان الكلام ده ما حصلش فيها. فحجيبها منين. هعمل remove. اشيلي الكيزس اللي مطابقة للمواصفات. وبعد كده ايتبقى للكيزس اللي غير مطابقة للمواصفات. طلع فاضي. طلع ان كل الكيزس اللي عندي مطابقة لالقعدة دي. نشير الفلتر عشان بعد كده لما نجرب حاجة تانية. تعالى مثلا هنا احنا عايزين نتشك ان اي ريبير بيتبعو تست ريبير. ان كل الكيزس فيها تست ريبير. ده احنا تاني عرفناه من خلال المينوم. بس تعالى نتأكد تاني لو الكلام ده موجود ولا لقه. او مثلا ان السيميوليت لو فيه هيحصل ايه. طيب لنعمل attribute filter. احنا تاني هنشوف التست ريبير. كده احنا بنقول هاتلي الكيزس اللي هي فيها تست ريبير. بس احنا مش عايزين كده. احنا عايزين الكيزس اللي ما فيهاش تست ريبير. فحنا حنعمل remove للكيزس اللي فيها تست ريبير. وهيتبقى للكيزس اللي ايه ما فيهاش تست ريبير. طلعت فاضي. ده معناه ان كل الكيزس اللي عندي فيها تست ريبير. تستر بير زي ما احنا اتأكدنا. طيب تعالى نعمل تعالى نعمل رول بيز تانية رول تانية جوه المؤسسة اللي عندي. دلوقتي احنا عايزين نعمل تيمبورال رول بيزد كونفورمس تشيكينج يعني انا عندي وقت معين انا حطه في الستاندرد بتاعتي جوه الشركة ان الوقت ما بين الامرجانسي روم ريجسترياشن والامرجانسي روم سبس استرياج مزدش عن ساعة انا محتاج ان انا اغطي الكلام ده ان الامرجانسي روم ريجسترياشن والسبس استرياج ما يكونش ما بينهم اكتر من ساعة. تعالى نعمل فلتر. هنا احنا هنعمل باس فلتر. هنقول ان الاكتيفتي الاولى هي الامرجانسي روم ريجسترياشن. بعد كده في الاكتيفتي التانية اللي هي اا اامرجانسي روم سبس استرياج. دي كده انا قلت الفلو بتاعي ان الاكتيفتي دي والاكتيفتي فولويد باي الاكتيفتي دي. بس خلينا نعملها افنشوالي فولود لان احنا مش متأكدين هل هيحصل ما بينهم اكتيفتي تالتة زي مثلا الامرجانسي روم ترياج بتحصل قبل الامرجانسي روم سبس استرياج. فا افنشوالي فولود بمعناها ان هي حتيجي بعدها بس مش على طول مش دايريكت. لكن دايريكت دايريكت لي فولس دي معناها ان هي بتتبعها على طول. دايريكت لي. فده كده اول جزء. الجزء التاني ان انا اعمل اوبر باوند. ده كده الكيزيس اه الاوبر باوند بتاعها يكون ساعة واحدة بس. يعني دي كده هتجيب لي الكيزيس اللي فيها الوقت من الاميرجنس روم ريجستريشن لاميرجنس روم سبس استرياج بساعة. طبعا احنا عايزين نشوف الحاجة اللي اللي بتفايوليت اللي غير متابكة للمواصفات دي. فاحنا هنعمل ريموف للكيزيس اللي متابكة. ويتبقى انا لحاجات اللي غير متابكة للمواصفات دي. انا عندي دلوقتي تسعة واربعين كيس غير متابكة للمواصفات دي. يعني لو انا دست هنا. كده. دي الكيس الاولى لغير متابكة للمواصفات اللي عندي. ورقمها الكيس ايدي بتاعها اي واي. وهنا بقى اخدت حوالي اسبوع حوالي 9 تيام مثلا او 10 تيام ديت الكيس التانية اللي بتخالف المواصفة اللي اهنا حطناها وهكذا تقدر بقى بعد كده تشوفها بالتفصيل في البروسوس ماب اللي عندك طبعا التولز بتاعة البروسوس ماينيك دا بتحلك ان انت توصل الكلام دهوت بابليكيشن تاني يعني انت ممكن تقول السيرفز ديت كAPI وتوصلها بابليكيشن تاني ويبقى عندك الرول ديت already موجودة بتتم اوتوماتيك على اي event log جوه الشركة فيكون عندك رول بتطلع لك الكيسس الغير متابقة للموظفات وتروح تبعاتها لسيستم تاني بها الموظفين بيتعاملوا معاها فديت زي مثلا data analysis tool في النص بتفلتر الحاجات اللي فيها مشاكل تبعاتها للموظفين بحيث يحللوها او يتعاملوا معاها او يرياكت بناءا على حاجات معينة طيب خلينا نشيل الفلتر ده الاخير ده ونعمل فلتر تاني دلوقتي احنا عايزين نعمل فلتر بحيث ان resources اللي عملت test repair والresources اللي عملت repair نفسه يكونوا مختلفين ده حيساعد المؤسسة ان اكتر من موظف جوه المصنع بقى او الشركة بتاعت الصيانة دي يبص على الكيس فده حيقلل معدل الخطأ جوه الشركة بتاعتي فاحنا عايزين نحط الرول بتاعتنا ان الشخص اللي هيعمل repair complex والشخص اللي هيعمل او 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 repair simple هيكونوا شخصين مختلفين عن test repair دي نعملو عن طريق filter هنعمل pass filter هنجيب repair simple و repair complex هنا eventually followed by test repair اوكي احنا بقى عايزين نجيب هادي الوقتة عندنا اللي هما different resources كده انا اخترت ان الاتريبيوت اللي اسمه resource الكولوم اللي اسمه resource في data frame بتاع event log الفاليو فيه مختلفة في resource بتاع repair simple او complex عن test repair ده معنى دي كده or يعني repair simple or repair complex eventually follows by test repair الكولوم اللي اسمه resource different ديه الرول بتاعتي ديه كده هتجيب لي cases اللي ما اتطبقها هنعمل remove بقى للكيس ديت وشان عايزيني cases اللي الكلام ده ما حصلش فيها طلعت فاضية طلعت طلع عندي cases كلها متطبقة للمواصفات اللي احنا حطنا طيب تعالا نعمل filter تاني لو انا عندي مثلا rule بتقول ان الناس اللي تعمل registration هما الناس اللي من الكسم الفلاني او الناس اللي تعمل test repair لازم يكون فلان وفلان وفلان دي نعملها ازاي دي هنعمل filter عادي الفلتر بقى المرة دي هيكون activity او attribute filter ان انا حقول ان activity اللي اسمها test repair secondary attribute بتاعها resource لازم يكون هو السيستم اللي عندي سوري دي test repair ايوة دلوقتي انا محتاج كده cases يكون testers بتاعها هما test 1 و 2 و 3 دي كده testers او resources اللي حينفزوا الكيس دي اللي هي activity بتاعت test repair ده هتكيب الحاجات اللي متطابقة مع المنظفات تاني هنقلبها تبقى remove فيبقى تبقى عندي cases الغير متطابقة للمنظفات دي اللي فيها test بينفزوا testers غير اللي انا سامح بيهم وطبعا تقدر بقى تشوف الكيس ديت عن طريق الابرمور كده احنا غطينا بالتفصيل rule based conformance checking غطينا mandatory activities او ال rework اللي احنا مش محتاجينه او غير مسموح به لما يبقى activities لازم تتعامل يا طرح هنعرفها ازاي وده عرفنا عن طريق minimum و maximum النوع التاني هو flow لما يكون عندي activity لازم تتبعها activity تانية يا طرح ايه الغير مطابق للكلام ده لما يكون في وقت للتنفيذ ال activities الوقت المبين اننا نفذ activity A بعد كده activity B ما يزيدش عن وقت معين ده temporal conformance checking ده احنا غطينا وغطينا resource conformance checking ان يكون عندي resources هي اللي تنفذ activities معينة او لا ده كان اول جزء من اللي احنا بدأناها في الفيديو الاول في الفيديو اللي جاي هنتكلم على المودي based conformance checking اشوف كو الفيديو جاي موسيقى